إنه يريد خدمة الجميع وحماية الدستور والحقوق القومية وفي هذا السياق رحبت كتلة دولة القانون بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبداللطيف رشيد وأكدت الكتلة في بيان لها أن مبادرة الحزب الديمقراطي هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تألف الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلقات خطيرة ساعات تفصل عن موعد عقد جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية فبعد جولة مفاوضات بين بغداد وأربيل تم توافق على قرار عقد جلسة مجلس النواب وعلى جدول أعمالها كما تقول المصادر ولا سيما بعد زيارة وفد ائتلاف إدارة الدولة لأربيل ولقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قبل أن يلتقي تاليا ببافل طالباني في السليمانية وبغداد تفيد المعلومات بأن القوى السياسية العراقية تواصلت إلى اتفاق على ترشيح عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية الجلسة نفسها التي يفترض أن تشهد انتخاب رشيد رئيسا للجمهورية هي وفقا لمصادر الميادين ستحسم الخطوة التالية بتكليف المرشح لرئاسة الوزراء محمد الشياء السوداني تأليف الوزارة تطورات يريد معها الإطار طي فترة أشهر من خلافات سياسية وأزمات وتجاوزات دستورية وترك الباب مفتوحا أمام التيار الصدري الذي تفيد المعلومات بأنه بصدد إعلان موقفه من التطورات الأخيرة وعلى رأسها برنامج عمل جلسة انتخاب الرئيس عبدالله بدران بغداد الميادين